مساءكم سعيد مشاهدين من الأولى نحييكم هذا عرض إخباري جديد ومباشر تتابعون في أبرز عنوان هذا المساء جلالة الملك يواجه رسالة سامية إلى المشاركين في منتدى الاستثمار الإفريقي المنعقد بمراكش أكد فيها جلالته سعي المغرب إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي لإفريقيا انطلاقا من وفاء المبنكة المغربية بالتزامها بالتحقيق التنمية المنشودة لملايين الأشخاص في إفريقيا في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى المسير الخضراء جلالة الملكي اخترح مقاربة مبتكرة لتعزيز ولوجي دول الساحل الإفريقي إلى المحيط الأطلسي فرصة لتوظيف الموارد والجهود لتحقيق تنمية شاملة مبنية على الاندماج والتكامل القري الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة تواصل سلسلة تجلسات الاستماعي مخصصة لفعالية المدنية والجمعوية والحقوقية تنزيل لمضامن رسالة الملكية لاتباعتها أمير المؤمنين لرئيس الحكومة بشأن مراجعة مدونة الأسرة دخول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية المغربية العاجلة إلى الشعب الفلسطيني التي أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس تعليمته السامية بإرسالها إلى الفلسطينيين أهلا بكم من جديد وجه صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار الإفريقي المنعكدة أشغالها اليوم بمراكش والمستمرة على مدى ثلاثة أيام حاملة شعار تحرير سلاسل القيمة في إفريقيا وأكد جلالة الملك نصره الله في رسالته السامية أن المغرب مفتئة يدعو إلى تعزيز سبل التنصيق والتعاون بين البلدان الإفريقية في مختلف الميادين سعيا إلى تحقيق اندمجها الاقتصادي الرسالة الملكية السامية التي تلها سيد عمر القباج مستشار جلالة الملك أكدت أيضا أن المغرب ومن منطلق الوفاء بالتزام الثابت بدعم الاندماج الإقليمي الإفريقي ظل يعمل بمعية شركائه الأفريق من أجل إطلاق مشاريع كفيلة بتحقيق تحولات المنشودة بما يمكن من إحداث نقلة كبيرة في ظروف عيش ملايين الأشخاص في إفريقيا فيما يليم ضمين الرسالة الملكية السامية الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أصحاب المعالي والسعادة حضرات السيدات والسادع الرسالة الملكية السامية جددت دعوة المغرب إلى تعزيز سبل التنصيق بين البلدان الإفريقية في مختلف الميادين سعيا إلى تحقيق اندمجها الاقتصادي من خلال شبكات مندمجة لا شك أن إنشاء شبكات مندمجة للبنيات التحتية يظل شغطاً أساسياً لتحفيز خلق مسألات لقيمة على المستوى الإقليمي ومع ذلك فلابد من الإشارة إن العجز المسجل في البنيات التحتية على سعيد قارتنا شكل أحد العوامل الرئيسية التي تحول دون استثمار إفريقيا لكافة مؤهلاتها لحيث النمو الاقتصادي لتحقيق أهدافها التنموية وأكدت الرسالة الملكية أن المغرب ظل وفياً لالتزاماته الثابتة بدعم الاندماج الإقليمي الإفريقي لقد ظل المغرب من منطق الوفاء بالتزامه الثابت بدعم الاندماج الإقليمي الإفريقي يعمل بمعالم معية شركائه الأفارقة من أجل إطلاق مشاريع كفيلة بتحقيق تحولات المنشودة لما يمكن من إحداث نقلة كبيرة في ظروف عيش ملايين الأسخاص في إفريقيا وهو الإطار الذي جعل مشروع الغاز المغرب نيجيريا نموذجاً يجسد إرادة جلالة الملك نصره الله لإرساء الأرضية اللازمة لبلورة تعاون الإقليمي حقيقي فذلك هو الإطار الذي يندرج فيه مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط بين المغرب ونيجيريا والذي يعد نموذجاً يجسد إرادتنا لإرساء الأرضية اللازمة لبلورة تعاون الإقليمي حقيقي حيث سيؤمن لمجموع البلدان التي سيمور من الأنبوب مصدراً يمكن الاعتماد عليه للتزويد في الطاقة ويزيد من قدرتها على تحمل الصدمات الخارجية المتعلقة بأسعار المنتجات الطاقية وبالموازات مع ذلك أكد صاحب الجلالة أن المغرب جعل من تطوير بنياته التحتية في جميع قطاعات الاقتصاد أولوية من أولويات استراتيجيته التنموية خلال العقدين الأخيرين فيما يتعلق بالبنيات التحتية الطاقية يتوفر المغرب اليوم على 4 جيجاوات من القدرة الكهربائية المتأتي من مصادر متجددة وهو ماد قدماً في تنزيل استراتيجية غامية إلى رفع من حصة مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية وطنياً إلى أزيد من 52% في أفوق عام 2030 ويتوفر المغرب حالياً على شبكة من الطرق السيارة يبلغ طولها 2000 كيلومتر وما مكن غبط بين جميع المدن التي يفوق عدد سكانها 400 ألف نسمة ويرتقب تعزيز هذه الشبكة تبلغت 3000 كيلومتر لحلول عام 2030 وأشارت الرسالة الملكية السامية إلى ضرورة التعجيل بالنهوض بالبنيات التحتية بإفريقيا لنهوض شامل لهذه القارة إن تأخر المسجلة في تطوير البنيات التحتية في إفريقيا والذي كتر الحديث عنه يسائلنا جميعاً ويتطلب من التعجيل بتداركه من أجل تعزيز تششيع خلق خلق سلاسل قيمة إقليمية بما يضمن تسريع تحول الإنتاج للبلدان الإفريقية وفي هذا المنطلق فإن منتدى الاستثمار في إفريقيا يعد آلية للعمل الإفريقي من أجل معالجة إشكالية تمويل استثمارات وذلك من خلال تيسير غبطباً للمستثمرين لا سيما الخواص وحامل المشاريع الذين بإمكانهم الاعتماد على الدعم التقني للشركاء في مجال التنمية وخالص جلالة الملك إلى التأكيد على الدور الأساسي الذي ينبغي للقطع الخاص أن يضطلع به من أجل الإسهام بشكل فعال في دينامية الإقلاع الاقتصادي التي تشهدها المملكة أشكركم على حسن إسرائيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محمد السادس ملك المريك وبمشاركة رؤساء دول وحكومات وصنع قرار في القطاعين العام والخاص ومستثمرين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقرى الإفريقية افتتحت اليوم إذن بمراكش أشغل دورة 2023 لمنتدى الاستثمار الإفريقي الذي ينظم تحت الرعيس السامية لجلالة الملك محمد السادس نصرولا المنتدى يعد منصة متعددة الأطراف ترتكز على إبرام الاتفاقيات والمناقشات القطاعية رفيعة المستوى وهو إطار أيضا يطلع المستثمرين على الفرص المتاحة لسيما خلال مرحلة التحول الهامة التي تشهدها القرى عمد أمس ميروح سامسكور المستقبل يوجد في إفريقيا إفريقيا تحقق نموا متسارعا رغم التحديات هكذا عبرت مختلف التدخلات في افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار الإفريقي التجربة المغربية في مجالات الطاقات المتجددة والاستثمار والفلاحة كانت حاضرة بقوة ولاقت تثمينا من المشاركين لقد زرت جامعة محمد السادس متعددة تخصصات هي مؤسسة رائدة في مجال التكوين والأهم من ذلك أنها تتقاسم تجاربها مع باقي الدول الإفريقية وعلى المستوى الفلاحي فالمغرب رائد إفريقي ومساهم كبير في التنمية الزراعية في العالم وإفريقيا تعبئة التمويلات لفائدة البنيات التحتية بالقارة الإفريقية ضرورة ملحة لإحداث اندماج إقليمي قادر على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة هي فرصة لتعريف كل المستثميرين من جميع أنحاء العالم وكذلك المؤسسات المالية الدولية على فرص الاستثمار على سعيد القارة القارة لعندها مؤهلات مهمة فيما يخص موارد طبيعية كذلك الموارد البشرية المنتدى المنظم تحت شعار تحرير سلاسل القيمة في إفريقيا يسعى إلى أن يشكل أهم منصة للقاءات الاقتصادية في القارة السمراء من خلال جلب قيمة مضافة للمستثمرين وإشراكهم في الفرص المتاحة بالقارة الإفريقية ولتصلت الضوء على فعاليات الدور الرابعة لمتدى الاستثمار الإفريقي ينضم إلينا اللحظة مباشرة من مراكش السيد أليكساندر كاتب خبير ومحل الاقتصادي دولي أهلا بك سيدي وبداية بإيد رهانات ينعقد منتدى الاستثمار الإفريقي وأين تكمن أهمية تحرير سلاسل القيمة في إفريقيا التي اختيرت كشعار لهذه النسخة مساء الخير سيد أليكساندر يبدو نعم هل مرحبا؟ سألتك عن رهانات يعني بأي رهانات ينعقد هذا المنتدى اليوم منتدى الاستثمار الإفريقي وأين تكمن أهمية تحرير سلاسل القيمة في إفريقيا التي اختيرت كشعار لهذه النسخة؟ شكرا نعم هذا الموضوع له أهمية كبيرة لأن الأولوية كانت من قبل للتجارة وتحرير التجارة على مستوى القارة الإفريقية وهذا ما تم به وتم عقد إتفاق التجارة الحرة على المستوى الإفريقي ولكن القطاع الصداعي والقيم يعني السلاسل القيمة المضادة في هذا القطاع لها أهمية حتى أكثر من تجارة فكل الدول الكبرى تطورت عندما كانت لها هذه السلاسل على المستوى المحلي وأيضا على المستوى الإقليمي إذا نظرنا إلى أوروبا وإذا نظرنا إلى آسيا مثلا الصين مع كل الدول المجاورة لها وإفريقيا ما زال فيها العديد من الكفاءات التي لا يمكن أن تعمل بعضها مع البعض وهذا يرتبط بتحرير هذه السلاسل للقيمة المضادة خصوصا في بعض القطاعات كقطاع تحويل الموارد الفلاحية مثلا وأيضا قطاع تحويل الموارد في المناجم مثلا وغيرها من الموارد الطبيعية فهذه هي أولى سلسلة من سلاسل القيمة المضادة سيد أليكساندر إذا تحدثنا عن الآفاق ما هي اليوم الآفاق المفتوحة أمام إفريقيا لاستثمار الفرص التي توتيحها الأسواق الدولية شكرا إفريقيا لها أفاق كبيرة وهذه الأفاق هي مرتبطة أولا بنمو رأس المال البشري والتكنولوجي في بعض البلدان الأفريقية التي يمكن لها أن تكون محركا للقارة مثلا دول كالمغرب في قطاع السيارات هناك دول أخرى أيضا كغانا ونيجيريا وإذا تمكنت هذه الدول التي أسميها محركات القارة الإفريقية من العمل البعض مع البعض ومن تطوير هذه السلاسل القيمة المضادة فهذا يمكن لإفريقيا أن تذهب إلى مرحلة جديدة من تطورها على المستوى الدولي واليوم المؤتمر هذا الذي ارتبط في القيمة هذه في مراكش هي تدل على الأولوية هذه والتي ركز عليها جلالة الملك في رسالته التي أفد إلى هذه القيمة أشكرك جزيلا سيد أليكساندر كاتب خبير محل الاقتصادي دولي كنت معنا مباشرة من مدينة مراكش في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضرة جلالة الملك محمد السادس نصر الله يقترح مقاربة مبتكرة لتعزيز ولوج دول السحر الإفريقي إلى المحيط الأطلسي فرصة لتوظيف الموارد والجهود لتحقيق تنمية شاملة مبنية على الاندماج والتكامل القر نوال قراري رشيد الاعتابي وجهاد لبري إعادة تأهيل السحر الأطلسي رؤية جديدة في كيفيات خلق الثروة وتحقيق التنمية المستدامة للدول الإفريقية جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يضع خارطة طريق نحو مستقبل أفضل للمغرب والإفريقيا المغرب الذي يعي جيدا نقاط القوة والضعف لدى إفريقيا ويقترح إجابات عملية لمواجهة التحديات إن المغرب كبلد مستقر وذي مزدقيا يعرف جيدا الرهانات والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية عموما والأطلسية على وجه الخصوص الواجهة الأطلسية الإفريقية تؤاني من خصاص منوص في البنيات التحتية والاستثمارات رغم مستوى مؤهلاتها البشرية ووفرة مواردها الطبيعية ومن هذا المنطلق نعمل مع شقائنا في إفريقيا ومع كل شركائنا على إيجاد إجابات عملية وناجعة لها في إطار التعاون الدولي والنجاعة والفعالية تقتضي استغلال الفرص والإمكانيات وابتكار مقاربات تتجاوز المقاربات الأمنية وتبني مقاربة براغماتية تستثمر الفرص المتاحة وتعمق التعاون جنوب جنوب الإمكانيات المتاحة التي اخترح جدادة الملك يتعلق بالطرق والطرق البحرية والبرية وأيضا السكية الحديدية وتنتين هذه وتشريك هذه الترابطات أو على مستوى مقترح الخط الأنبوب الغاز النيجيري الذي يمر من دول هذه المنطقة أساسا ثم يتجه استراتيجيا نحو أوروبا الثانية هي قائمة على هذا الجانب الموضوعي الجانب العمالي جانب الواقعي لهذه التصور ثم لانخراطها أيضا في تصور عالمي تصور واقعي وبراغماتي يستشرف مستقبلا زاهرا لإفريقيا ويجعلها في صلب التحولات العالمية بالنظر للأدوار الاستراتيجية القائمة على الربط القاري متعدد الأبعاد المقاربة هنا هي مقاربة ليست فقط مقاربة أمنية معتبار أن الانفتاح على الولايات المتحدة الأمريكية من جانب المحيط الأطلسي سوف يسمحوا بإعادة تأهيل هذه المناطق سوف يخدموا التجارة الدولية سوف يخدموا أيضا التجارة البينية بين الدول بين المغرب ثم وجود ميناء الدخل الأطلسي الذي سوف يعتبر من أكبر موانئ الأطلسي سوف يساهم على خلق تبادلات قوية ومتينة باعتبار أيضا مالي المغرب من قدرة على تثبيت عوامل الاستقرار والفعل الاقتصادي من خلال سلة المشاريع التي أطلقها المغرب بانسجاما مع رؤية جلالة الملك والتي تتمثل في البعد المينائي في الأبعاد الصناعية الكبرى المرتبطة باقتصادات بحرية اقتصادات طاقة اقتصادات متجددة مرتبطة أيضا بالمواضيع المبتكرة والجديدة في الاقتصاد العالمي هذه الإمكانيات الاقتصادية والتنموية التي المتمثلة بطبيعة الحال في تأهل المنطقة على مستوى البنية التحتية على مستوى بناء دولي أطلسي كبير على مستوى شبكة السكك الحديد على مستوى مستحات والأرضيات والوعاءات العقارية على مستوى البنية الاقتصادية منذ الآن سيبدأ الوجه الأطلسي لإفريقيا في التشكل بناء على اقتصاد بحري قوي مؤهلات طبيعية هائلة رأس مال بشري مؤهل هوية متنوعة وثارية وأليات للشراكة تفضي لاعتماد نماذج مبتكرة للتنمية الشاملة والمتكاملة ولمناقشة أبعاد ورهانات الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك حفظه الله على ضوء مضامين خطاب المسيرة الخضراء يحضر معنا ضيفا في بلاتو الأخبار الرئيسية هذا المساء سيد علي الغنبوري محلل اقتصادي ومدير مركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي مساء الخير مساء النور أهلا بك خطاب المسيرة الخضراء المضفرة هو رؤية ملكية جيوستراتيجية لاستثمار مؤهلات الوجهة الأطلسية ماذا ستقدم هذه الرؤية جيوستراتيجية للتكامل الاقتصادي بين ضفتين المتوسط والقارة الأفريقية أكيد أولا هو الخطاب الملكي يحمل واحد العنوان أو واحد الشعار كبير هو خطاب التنمية والاستقرار الأفريقي باعتبار أن التنمية اليوم هي الطريق والمدخل الأساسي لتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية بكل ما تعانيه من مشاكل وإشكاليات لكتعيق المعصار التنمويديا وكتعيق كذلك الاستقرار اليوم المغرب من خلال جلالة الملك من خلال الرؤية المتفسرة لجلالة الملك يقدموا هذا الإطار الذي هو فضاء كبير للتنمية فضاء للتكامل الاقتصادي متوجه نحو الواجهة الأخرى من المحيط الأطلاسي التي هي طبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية ولكن كذلك بعض دول جنوب أمريكا التي تحقق واحدة المجتويات عالية من التنمية والتي بدأت تلقى الوزن الحقيقي والوزن الكبير داخل الاقتصاد العالمي على سبيل تذكر البرازيل التي تضمن مجموعة المجموعة العشرين كقوة اقتصادية عالمية كذلك المكسيك والأرجنتين واحد مجموعة من الدول اليوم إفريقيا عندما نتحدث على هذه الواجهة التي هي الواجهة المتوسطة نحن نتحدث على 23 دولة نتحدث كذلك على 57% من التجارة داخل إفريقيا كتنف داخل هذه البلدان للواجهة الأطلاسية كانت تحتو كذلك على 46% من السكان دي الإفريقيا ونتحدث على 57% من ناتج الداخلي الخام دي الإفريقيا ككل وبتالي اليوم الأبعاد الجيوسياسية والبعاد الاستراتيجية هي أبعاد كبرى تتجلى من خلال ما يطرحه المغرب في مبادرة التكامل الاقتصادي ما بينها الدول لديها إمكانية كبيرة أن تجاوز هذه الأرقام وتصبح قوة اقتصادية على المستوى العالمي من خلال أنها تنوع الشركاء الاقتصاديين وتفتح منافذ أخرى للتجارة والبناء الشركات الاقتصادية من أهمها هذه الواجهة الأطلاسية تحدثنا عن التكامل بين ضيفتي الأطلاسية وسل الغنبوري أسألك عن أهمية إطلاق مبادرة دولية التي أعلن عنها جلالة الملك نصر الله الهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلاسي مع تعبير جلالة الملك نصر الله عن استعداد المملكة على وضع بنيتها التحتية رهنا إشارة الدول المعنية أكيده الخطاب الملكي كان فيه وعي كبير بأنه المدخل الحقيقي للاستقرار في منطقة الساحل خاصة هو التنمية وكي نكون لدينا واحدة تنمية خاصة تكون هناCS أولاً ما يسمى العدالة نموية العدالة النموية ك Sunward20قتورية كتبت من خلال استقلاليّة اقتصادية دول دل دول المنطقة وهذا استقلاليّة اقتصادية ما يمكن تأتى إلا من خلال أنها الدولي يكون عندها تنويع في شركات الاقتصادية دالها ويكون عندها القدرة انها تبني شاركات اقتصادية بشكل مستقيل بحكم إنها الدول هي دول ما عنده Шواجهات بحرية بالتالي اليوم حتى شاركتها الاقتصادية هي مطبوعة بهذاك الانغلاق الجغرافي الذي لا يفتح أمامه السبول كبيرة لتحقق مسارات أكبر وأسرع اليوم جلالة المالك من خلال هذه المبادرة الاستراتيجية يجعله واحد الزخم قوي لهذه الدول أنها اليوم يقول لديها واحد المنفذ وهو منفذ كبير حول التجارة العالمية حول مجموعة الدول التي تندوع الولايات المتحدة الأمريكية القوى الاقتصادية رقم واحد في العالم كندوع لإمكانيات كبيرة ممكن تفتح لها الدول التي يجعلها أنها تخلق قناوات الفتاح اقتصادي على العالم الفتاح اقتصادي وتنويع الشركاء الاقتصادية لأن تنويع الشركات هو الذي يخلق ليها واحد التسريع فيما يتعلق وكيبقاش عندي فقط شركاء محددين وإنما يقول لدي واحد تنويع اللي كان عكس بشكل إيجابي على الاقتصاد وكي كان عكس كذلك حتى على التسويق دل هذه الإمكانيات سواء طبيعية سواء البشرية سواء الاقتصادية بشكل عام دل هذه الدول لأنه كان نفتح لها واحد المجال من خلال ليس فقط نفتح لها الواجهة وإنما كان نعطيها كذلك حتى الإمكانيات اللوجيستيكية التي يتوفر عليها المغرب كان نعطيها كذلك حتى الخبرات المغربية فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي ككل وكان نعطيها هذه المنافذ وهذه المزايا كلها لما يمكن يعني جلس ما يقدم حلول شاملة حلول شاملة وتوجه هو استراتيجي لما يمكن إلا أنه يكون عنده واحد دور قوي أولا على تنمية في هذه المناطق وتانيا على استقرار القارة باعتبار المشاكل العديدة والتحديات الأمنية والتحديات المتعددة التي توجههاها الدول من خلال هذه المبادرة ومن خلال هذا المنفذ الجديد ومن خلال الضم للمصار تنموي التي ستعرفها هذه الواجهة الأطلسية بقيادة المغرب وقيادة كذلك مجموعة من الدول كيف يبان أنه اليوم لمصار تنموي دين المغرب والتوجه تنموي دين المغرب ليس فقط توجه دوبعد وطني وإنما هو دوبعد قاري كيهدف من خلاله المغرب من خلال توجهات صاحب جلال أنه يشكل واحد القاطع الحقيقي للتنمية في القارة فضل إطار أستاذ الغنبوري خطاب جلالة الملك بمناسبة ذكرى مسير الخضراء كيف يرصخ الالتزام المغربي الراسخ بتطوير البعد لأفريقي لتعاون جنوب جنوب وأيضا الشاركة على أساس رابح رابح أكيد الخطاب الملكي هو تأكيد على هذا الأمر لأن المغرب بقيادة صاحب الجلالة لا ننسوش واحد المسائل التي هي مهمة قام مثلا صاحب الجلالة قام بأكثر من خمسين زيارة الأكثر من 30 بلد بلد إفريقي التي تولدت عليها واحد أكثر من ألف اتفاقية شاركة مع بلدان إفريقية في كل مجالات سواء المجال التقافي سواء المجال الديني سواء المجال الاقتصادي سواء المجال الصناعي في كل المجالات اليوم المغرب يعطي زخم جديد لهذه العلاقات وهذا البعد الإفريقي المبني بطبيعة الحال على المبدأ الكبير لحته صاحب جلالة هو التعاون جنوب جنوب وفق مقاربة رابح هذا هذه هو الأساس للشراكات المغرب هذا هو الأساس للتوجه للمغرب نحو إفريقيا والليبان من خلال مختلف المشاريع التنموية التي قدمها المغرب باعتباره واحد القوة استقرار أولا داخل القارة وباعتباره كذلك واحد القوة التنمية التي تميزها على باقي المشاريع داخل إفريقيا اليوم مثلا من التي تندوع للأنبوب للنفط للغاز للغاز للنيجيريا المغرب الذي يمر على 15 دولة هذا الأنبوب ليس فقط لنقل الغاز وإنما هو أنبوب لخلق التنمية في 15 دولة لا ننسى بأن واحد المجموعة للدول داخل المصار للخط للأنبوب للغاز نسبة الرابط لكهربائي لم تزاوش 10% هذا الأنبوب سيعطيها إمكانية أنها ترفع من قدراتها على إنتاج الكهرباء من قدراتها على الرفع من نصق التنموي على الرفع من نصق الاستقرار وعلى خلق الفرص للشعوب لأنك ما كان عارفه اليوم أي دولة ولا أي اقتصاد تتمنع لجوز معطاية أساسي أولا الماء وتانيا الطاقة اليوم المغرب تقدم من خلال المشاريع كلها التي تقدمها وتتوجبها على إفريقيا هي مشاريع تنموية بالأساس مشاريع الهدف وهو خلق الاستقرار عبر مدخل التنمية وهي مشاريع التي تتأكد المقاربة المغرب رابح رابح ويليك تأكد كذلك الدور الريادي الذي يلعبه المغرب اليوم فيما يتعلق بالمصر المويد القارة خطاب جلالة الملك مرسبة ذكرى المسيرة الخضراء هو الخطاب الثالث تواليا الذي يثير موضوع القيم ديما يتحدث عليها جلالة الملك في الخطابة الأخيرة إلى أي حد تمنح هذه القيم للتجربة المغربية التفرد والقدرة على معالجة تدبير ملفات المطروح أكيد أولا غير باش نتفق على مسألة أساسية اليوم النموذج التنموي المغربي هو يتلقى الإشهادة من أعلاق لمؤسسات المالية في العالم نرى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كيف اعتبروا أن النموذج التنموي المغرب والتوجهة الاقتصادية المغرب هي رائدة على المستوى الإفريقي ويجب أن تشكل واحد النموذج يحتدى به هذه التنمية حققناها انطلاقا من قيامنا كما أريم لم نحققناها انطلاقا من تبني قيام أخرى وإنما حققناها انطلاقا من تبني القيام التي تبني على مرتكزاتنا الأساسية أولا الوحدة الترابية للوطن المؤسسات المقدسة التي هي المؤسسة الملكية وكذلك انطلاقا من القيام الدينية والقيام الأخلاقية هذا هذا هو ما يميزنا كدولة أمة لإصبق جلالة الملك أنت حدبت عليها. بالتالي النموذج التنموي من المغرب هو نموذج مغربي خالص بقيم خالصة مغربية. ولا نحتاج إلى تبني قيم أخرى لنحقق تنمية ونتوجه إلى العالم. ونحن كدولة حقات مستوية كبيرة للتنمية. بالتالي الاعتماد والارتكاز على هوية نقل متجسدة في قيمنا هي الأساس اللي خلتنا نجحه في تحقيق هذا النموذج التنموي. بتالي تذكير صاحب الجلالة ولتأكيد صاحب الجلالة على التشبت بقيامنا. لأن هذا القيم هي اللي ممكنتنا من تحقيق النقلة النوعية. وهي اللي ستمكننا كذلك من استمرار في هذا المعصار التنموي المتمييز اللي تعيشون مغربي. شكرك جزيلا أستاذ علي الغنبوري على حضورك معنا. أنتم محل الاقتصادي ومدير مركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي. أهلا بك. في موضوع آخر استأنفت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة اليوم. وإلى جلسات الاستماع المخصصة للفعاليات المدنية والجمعوية والحقوقية. والتي تعرض تصورها ومنظورها بخصوص مراجعة مقتضيات مدونة الأسرة. جلسات تأتي تنزيل لمضامن الرسالة الملكية التي بعثها أمير المؤمنين. جلالة الملك محمد السادس نصر الله لرئيس الحكومة. بشأن مراجعة مدونة الأسرة. سامير أسنبان زكية بلقاس ووسيم أمسود. جمعيات المجتمع المدني تقول كلمتها وتطرح رؤيتها لإصلاح مدونة الأسرة. شبكة نساء متضامنات التي تضم أزيد من مئة جمعية. أكدت أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على ضرورة المراجعة الشاملة للمدونة. والأخذ بعين الاعتبار كيان الأسرة وحقوقها. نطلب أن تكون مراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة. بناء على المستجدات، بناء على التسطور، بناء على الاتفاقية الدولية، وبناء على فقه الواقع الحي كما جاء في التوجيهات الملكية. نؤكد على أنه كل مقتضيات مدونة دباجة وضن المواد يجب أن تغير بالنظر في علاقة مع الإشكاليات المطروحة. خلاصات دراسة شملت القوانين المغربية التي تؤثر على المساواة بين الجنسين. قدمتها مجموعة من أجل تشريعات ضامنة لمساواة والمكونة من عشر جمعيات تعنى بقضايا النوع. قامت بدراسة 27 قوانين كتضم من جهة الدستور المغربي لأنه الدستور المغربي تم الاعتماد عليه كمرجع وفي نفس الوقت كموضوع التحليل ومع اتفاقية الدولية وكان مجموعة المقتضيات مثلا فيما يخص إزالة التمييز ضد النساء في مدونة الأسرة مع مثلا تحديث المقتضيات والفلسفة التي تحكم على هذا القانون الأسرة. زواج القاصرات طاهرة تثير جدلا كبيرا داخل المجتمع بتداعياتها النفسية والاجتماعية. وبالنسبة لتحالف الأكبر واعتلاف دنيا لإلغاء تزويج القاصرات فالإصلاح يتمثل أساسا في تعديل المادتين 20-21 من مدونة الأسرة. خاصنا نحدو من هذه الضاهرة فإحنا بالنسبة لنا المدخل القانوني ماشي كافي لأن كين كذلك مداخل أخرى وهذه المداخل فكنا نعتبره مثلا هي أن ندروا واحدة استراتيجية شمولية مقاربة شمولية التي تقدر أنها تعالج المشاكل المسببة لهذه الضاهرة لمنها لهذا المدرسي لمنها الفاقر. الجمعية الخدمات لها تخدم مع فتيات مراهقة يعني مثل حتى الـ 18 العام بحكم الجمعية كتسيب لي هذه الفتيات هذه بدينا واحد الحركة بهذه تقريبا عامين باش بدينا حركة أكبر اللي هي كتكلم على زواج الأطفال نطالبه بأنه يتم إلغاء مادة 20-21-22 من مدونة الأسرة. جلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة متواصلة بالإنصات لجمعيات أخرى تعمل في مجال حقوق الإنسان وتعنى بالمساواة بين الجنسين والنهوض بأوضاع النساء ولتسليط حول رهانات ورش تعديل مدونة الأسرة ببلادنا تلتحق بين اللحظة بالستوديو سيدة الهام حمضي رئيسة العيادة القانونية بكلية العلم قانونية والاقتصادية والاجتماعية أجدال بالرباط مساء الخير والسادة الهام بداية أين تكمن أهمية إشراك فعليات المجتمع المدني في ورش مجتمعي مهتم بتعديل مدونة الأسرة كقوة اقتراحية؟ أولا شكرا على الاستضافة قبل أن نجاوبك على السؤال إذا سمحتي واحد جوجة نقطة يمكن أن نشير لهم في هذه المسألة التي تعديل قانون الأسرة فقانون الأسرة ليس قانون عادي وهذا الورش الذي يفتح هو ورش كبير والأهمية لهم تكمن في أن كل الأسرة المغربية هي مهتمة بهذا الموضوع لأن الأسرة هي الخالية للمجتمع وإذا صلحات كيف ما قال صاحب الرئيسة فكتلح المجتمع وإلى فسدات فالعواقب تكون وخيمة ولكن نتكلم عن الأسرة فهي خالية ولكن في الداخل لها كانت عناصر إذا الاهتمام بالعناصر حتى هو ضروري فالزوز والزوجة لما كانوا أطفالهم لأن الأب والأم والأطفال إذا كانوا أطفال فضروري من واحد توازن الذي يجعل العلاقات إيجابية داخل الأسرة مكونات الأسرة مكونات الأسرة لكي نصلوا إلى نتيجة والقانون الثالثين وثلاثة صار على هذه المسألة فيه شي حويجات التي ستكلمون لهم ولكن جاب شي حويجات مزيانة ومقتضيات هامة جدا ولكن المسألة الثانية التي نريد أن نشير لها هو أن التغيير لماذا ضروري الآن؟ لماذا ضروري هذا التعديل الآن لندى به صاحب الجلالة؟ فالعقدين مروا على المدونات الأسرة 2003 ولمجتمع تغيير يمشي بواطرة ثريعة جدا الآن ولم يمكن أن نذكر أنه يمكن عقدين من الزمن ولم ينقصوا واحد القانون وخصوصا أن هذا القانون في 2003 كانوا مقتضايات كان خصومة تبدلون ولم تبدلون لأن الجنة التي كانت في 2003 لم تتم توافق وما خرجوش لحيث الوجود واحد المجموعة من مقتضايات لدبا خصنا ننظروا فيها والمسألة الثانية هي أن مقتضايات بدلناها وهي مقتضايات مهمة جدا ولكن من اللي نزلناها على أرض الواقع تبين أن هناك اختلالات والأمثلة عديدة كان الفصل 49 قمت أتي على ذكر هذه الاختلالات في مرحلة قديمة كلمنا على المجتمع المدني كقوة اقتراحية المجتمع المدني كقوة اقتراحية فأولاً الأهمية دياله تجي من أنه نص عليه صاحب جلاله في الرسالة الملكية ديال 26 شوتنبير فهو كيقول أن كينتلاسة المؤسسات وزارة العدل رئاسة النيابة العامة للمجلس أعلى للسلطة القضائية بإشراك واثق كيقول ماشي هي مساهمة بإشراك واثق مع شراكاء آخرين اللي هما المجلس الأعلى العلمي للوزارة الوصية مجتمع المدني مجلس وطني الحقوق الإنسان الباحثين والمخصصين إذن هنا مبقىش خيار المبقىش خيار النص اللي جا فيه أن المجتمع المدني قصو يكون طرف شريك في هذه العملية مبقىش يعطينا خيار في نظري أنا لماذا الوجود دياله مهم كقوة اقتراحية المجتمع المدني هو اللي كيقربناه هو اللي كيجلس لنا النبض للمجتمع هو اللي قريب من المواطن والمواطنة هو اللي كيستقبل المواطن في المسألة اللي كيكون فيها راكين حماية المستهلية كيين المرأة كيين الطفل فهو في أي مجال كيشتغل فيه كييجلس لنا النبض كيستقبل الناس وكيحل معاهم المشاكيل وكييطلع المطالب ديالهم لجهات المختصة إذن فالصلاحية دياله أنه يكون يعطي الاقتراحات دياله فعنده كامل صلاحيات من المتبالي أنا كمجتمع مدني وأكيدها تكون مفيدة المقترحات أكيد وخصوصا أن المجتمع المدني الآن وادي من واحد المدة ديال سنوات الأخيرة ولو فيه أطور ممتازة أطور اللي هي مكونة وضبطها من الفاتها وكتعرف شنو كتقول إذن من لي كنتمشي تدافع كتدافع بواحد القوة اللي هي القوة كبيرة باش تدافع لن الفات دياله تكلمنا قبل قليل على الاختلالات مدونة ديال 2003 قلت لنا شابتها مجموعة من الاختلالات لربما حان لوقت أننا نغيروها بحكم التطور ديال المجتمع ربما على رأسها يكون زواج القاصرات شنو غدا يقدم هذا النفس الإصلاحي الجديد أستاذ إلهام في مساعي ملاءمة تشريع الوطني مع تطور المجتمع المغربي هو بصراحة زواج القاصرات في الفصل كيف ما هو من الضم في المدونة ديال الأسرة في القرن 21 تنظن أنه متجاوز جدا لأن لا يمكن أن تصوره اليوم في القرن 21 أن بنيتها طفلة ديال 14 العام ولد 15 العام يمكن أن تكون ربة بيت وتحمل مسؤولية الزوج والأطفال فهو في الحقيقة نحن نتذكر على زواج القاصر وهو ليس زواج القاصر هو زواج القاصرة لأن القاصر حالة قليلة وخحتة في القرى التي تزوج فيها القاصر تذكر فهي للأسف زواج القاصرة بغير القاصر وهذا فيه إشكال لأن هذه الطفلة التي تكون في المدراسة أو تكون تكويل المهاني تتلقى رأسها حاملة المسؤولية أنا تنظر أن جاء الوقت ونضمنا في الكلية بتاريخ 16 أكتوبر يوم تفكير على التعديل ديال المدونة الأسرة وطرقنا لهذه النقطة ديال زواج القاصرات والولاية القانونية فكانت قريبا إجماع ديال المجتمع المدني اللي كان حاضر معنا كانوا معنا الممارسين ديال القانون قضاة ومحامون ومتقون وكانوا الأساتد الجامعيين وكانوا الطالب الباحثين فكانت قريبا إجماع على أن ما يمكنش اليوم ما زال نستمروا في زواج القاصرات يمكن في القانون الجديد إن شاء الله ما ندوزوش لـ 18 الثانة مباشرة يمكن نقربوا 18 الثانة ونعطيوا واحد المهلا واجيزة باش نوصلوها لـ 18 الثانة بخلاف هذا أنا كيبلي أنه غير ممكن بصراحة في القرن 21 صعيب أننا نتقبلو أن الطفلات تكون زوجة وعندك تحمل المسؤولية دي البيت أشكرك جزيلا أستاذ إلهام حمضي رئيسة العيادة القانونية بكلية العلوم قانونية والاقتصادية والاجتماعية أقدل بالرباد على هذه المدخلة أحف أشكرك مشاهدين وجهتنا اللحظة فلسطين ودخول الدفع الأولى من المساعدات الإنسانية المغربية العاجلة إلى الشعب الفلسطيني التي أعطى جلالة المالك محمد السادس إلى الفلسطينيين من فلسطين هذه مرسلة صبحي أبو زيد بعد انتظارها لأكثر من أسبوعين على بوابة معبر رفح المصرية دخلت اليوم المساعدات المغربية إلى الجانب الفلسطيني والتي أرسلت بقرار من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والشعب المغربي لمساندة الشعب الفلسطيني في مصابه الجلال والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي لم يسبق له مثيل نحن نشكر الشعب المغربي حكومة وشعبا على الدعم اللي يقدمون لأهل غزة لأن غزة تمر بوضع كارثة جدا 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 وعمر ما كنا نتخيل الكارثة اللي حتحصل لنا هذه والله يسطر من اللي جاي المساعدات المغربية التي تعتبر من أولى المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة بعد رفض الجانب الإسرائيلي من دخول كافة المعونات الإنسانية المرسلة من دول العالم للتخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني وتشمل هذه المساعدات الأدوية والمعدات الطبية والأغطية والخيام والمواد الغذائية وغيرها من الأساسيات التي يحتاجها أهالي قطاع غزة والتي سيتم دخولها خلال الأيام القادمة نحن نشكر الشعب المغربي وملك المغرب وحكومة المغرب وجميع الإخوة العرب المساندين لهذه الفاجعة الموجودة في قطاع غزة وبالفعل نحن هنا منذ عشر أيام نستلم مساعدات من جميع الدول العربية ومن ضمها الإخوة في مملكة المغربية وتم استلام بالأمس شاحنات مقدمة من المغرب إلى قطاع غزة وكانت تحتوي على أدوية ومستلزمات ولكن نحن نقول للجميع أن كل يوم يمر على قطاع غزة فإن الاحتياج يزيد الضعف وقلنا بقبل ذلك أن كل هذه الشاحنات يعني الآن عدد الشاحنات التي وصلت قطاع غزة منذ فتح المعبارية 372 شاحنة كانت تدخل في يوم واحد لقطاع غزة ها هي وصلت الشاحنات الأولى لقوافل المساعدات التي أرسلت من جلالة الملك محمد السادس نصره الله والشعب المغربي إلى قطاع غزة الذي يعاني من كارثة إنسانية للقناة الأولى صبحي أبو زيد فلسطين وبعيدا عن فلسطين جدد نائب رئيس الجمعية التشريعية الانتقالية لبوركينا فاسو اليوم بمجلس النواب التأكيد على الدعم الثابت للوحدة الترابية للمملكة ولقضية الصحراء المغربية المسؤول البوركينا بي أجروا مبحثات مع رئيس مجلس النواب رشيد طلب العالمي أشهد خلالها بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وبمجلس النواب دائما لقاء آخر جمع رئيس المجلس مع الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية النيجيرية للتباحث بشأن التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال التكوين في العلاقات الخارجية للمغرب دائما أكد وزير الدولة البريطانية المكلف بشؤون الشرق الأوسط والشمال الأفريقية وجنوب أسيا والأمم المتحدة اللورد تاريق أحمد الوينبلدون أن المملكة المتحدة والمغرب متفقان تماما على أن السلامة والأمنة في الشرق الأوسط يمر عبر حل الدولتين مضيفا أن الريباط ولندن ستعملان معا في هذا الاتجاه كان ذلك عقب مباحثات أجرها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقمنة بالخارج نصر بوريطا هذا اليوم بالريباط ندي المتن بين الريباط ولندن تطبق في وجهة النظر إذا أعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك علاقات متينة نوها بها المسؤول البريطاني مشيرا كذلك إلى الوضع في منطقة الشرقي الأوسط الروابط بين المملكة المتحدة والمغرب أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى روابط لا تقوم فقط على الثقة المتبادلة وإنما أيضا على الوزن الذي تمثله المملكة المغرب والمملكة المتحدة متفقان على أن السلام والأمن في الشرق الأوسط يمر عبر حل الدولتين حيث تعيش دولة إسرائيل جنبا إلى جنب مع دولة فلسطين في سلام وأمن زيارة المسؤول البريطاني إلى المغرب هي ثانية من نوعها في ظرف سبعة أشهر حيث احتضنت الريباط الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي المغرب المملكة المتحدة والتي توجت بالاتفاق على تعزيز التنسيق بين المملكتين حول قضايا إقليمية ودولية وفي العلاقة المغربية البلجيكية تباحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمة بالخارج نصر بوريطا مع السيد جون جامبون الوزير أو الوزير رئيس الحكومة الفلمانية ببلجيكا وتناولت المحادثات وجهة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ننتقل اللحظة إلى مكناس ومشروع التهيئ الهدروفلاحية لحماية سهل سايس طريق مائي عملاق يربط بين سد مداز بإقليم صفر ومكناس على مسافة نهز 65 كم حاليا يتم وضع قناة رئيسية كبيرة لنقل صابب الماء يناهز 15 متر مكعب من المياه الري لسقي حوالي 30 ألف كتر من أراضي سهل سايس المزيد مع ابسلام الخلوي إبراهيم موتي انطلاقا من سد مداز بجماعة تزوط بإقليم صفر ترسم معالم السهل سايس لما بعد سنة 2023 بإنجاز مشروع هيدروفلاحي كبير والذي تتقدم أشغاله بوثيرة عالية طريق مائي عملاق يشق مسلكه نحو مكناس وآخر نقطة بإقليم الحاجب جماعة رأس إجري وبطول يفوق 65 كم بالنسبة لحالة تقدم المشروع الشطر الأول والثاني دي لهذا المشروع الحمد لله اتهت الأشغال بنسبة 95% وكانت تدروي إن شاء الله انتهي الأشغال في السد باش نقدروا نديروا التجارب الأولية دي لهذا الأشطر بالنسبة للشطر الثالث اللي كيتمثل في شبكة الرأي على 30 ألف هكتار عنا واحد الهدف أساسي إن شاء الله اللي كنا نحمله عليه هو أنه نهيو عشر ألف هكتار الأولى مع انتهاء أشغال السد إن شاء الله هذه المنشآة اللي هي المدخد توازن ارتفاع ديلها 80 مترو الهدف ديلها وحماية القنوات وتوازن ديل الضغط داخل القناة الرئيسية الهدف ديل المشروع كيتجلاف تزويد 30 ألف هكتار بالماء الصالح للسقي الأساس في المشروع مد قناة عملاقة بقطر يناهز ثلاثة أمطار وعشرين سنتيمترا ستمكن في القريب من تحويل صبيب مائي يناهز خمسة عشر مترا مكعبا في الثانية نحو أزيد من سبعة آلاف وثلاثمائة ضيعة على امتداد سهل سيس مشروع اللي كيتكون من إنجاز ديل القناة الرئيسية تبدأ بالقطر ديل ثلاثة ديل متر وعشرين لنقل صبيب يقدر بخمسة عشر متر أكب في الثانية وكذلك القنوات الفرعية لساقل الضيعة الفلاحية التغييرات المناخية أطلت بشكل كبير على الصبيب ديل الماء ولسيما في الجلب ديل الماء ديل الساقي من الفرشة المائية هاتست جابة شيء يفك بزاف ديل الإشكاليات المرهونة بقطع الماء مشروع الإعداد الهيدروفلاحي لحماية سهل سايس ورش مائي مستقبلي وستراتيجي يعزز المكتسبات القوية والرائدة التي حققتها بلادنا في مجال تعبئة وتدبير المياه والتي يرعاها جلالة الملك محمد السادس نصره الله تثمين المنتجات المجالية خاصة التمور بدلت فيها القطاعات الوصية مشهودات جبارة من سلسل الإنتاج وحتى التسويق والهدف إعطاء قيمة مضافة للتمور وتحسين دخل الفلاح من أفوس بإقليم الرشيدية نتابع روبرتاج رشيد كنويس المازي بعدما تجاوز منتج الطمور مسألة التنظيم وخلق التعاونيات لم يعد الفلاحون هنا بمنطقة أوفوس ينتجون الطمور بهدف تحقيق الاكتفاء الداتي بل أصبح الطمر موردا أساسيا لدخلهم يباع طيلة السنة ويتم تتمين جودته داخل وحدات التبريد والتقزين الانتاج وفير يكون دخول ديالها المجموعة عدة النفع الاقتصادية يعني الاحتفاظ بها حتى تقرب رمضان أو هذا يكون أفضل وخاصة الانتاج السعاء أو التمر يكون ذات جودة عالية لو ديت السوق وليك يحكم عليك يقدر يكون مشدود للناس طوناج بزاف ويطيح التمان ديالها في الأصل الشاري غالي ويقدر أن يكون الناس عندهم شيء كامل شيء حاجة قليلة ويتمشي مع الوقت كي يكون الربح للسنة التاسعة على التوالي ساهمت هذه الوحدة لتخزين وتتمين الطمور والتي تسيرها مجموعة دات النفع الاقتصادي من معالجة ما يناهز ألف ومئة طن سنويا بقدرة تخزين يتقارب الأربعمائة طن كل مراحل الانتاج تخضع لمواصفة الجودة والسلام الصحية والتسويق وتعطي للطمور المحلية جاهزية دخول الأسواق سواء الوطنية أو الدولية المراحل اللي قددد على مجموعة للمراحل على أساس باش نزيد لها واحد قيمة إضافية باش نحاولوا نتمكنوا في تسويقها لها درجة الأولى النظافة باش يكون المنتج نقي وصل المستهلك بجودة كما ينبغي ما يكونش عندنا واحد الريكلمانسيون المنتج بأنها ناقصوا لا موجهة ولا داير لالتزامات لونساك هنا موجودة وهما كأنسي استوعليها أي منتوج لما صالح شل تسويق ولا شيء منوع باش يدخلوا الوحدة الفلاح ولا الوسطة ولا التعاونيات يعني وجدوا نفسهم فراحة تامة فيما يخص تسويق 26 تعاوني ينضوي تحتها 489 فلاحا تضمن لهم هذه الوحدة منتوجا بمواصفات عصرية وحتى طموح الاكتفاء الداتي ليس بعيد المنال ما دم التسويق يسير في اتجاه تنويع الأسواق سواء أكانت داخلية أو خارجية افتتح اليوم بمراكش لقاء تنسيقي تنظمه رئاسة نيابة العامة على مدى يومين حول موضوع العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية هذا اللقاء يروم تتبع ومواكبة مخرجات الدورات التكوينية الجهوية وآليات تنزيلها أمين علام وعبدالغني التراوي يروم هذا اللقاء التواصلي والتنسيقي حول وضع آليات تنزيل مخرجات الدورات التكوينية حول عدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية تتبع مواكبة مخرجات الدورات التكوينية الجهوية التي استفاد منها حوالي ألف مشارك دورات تم خلالها تسليط الضوء على الإكرهات والإشكاليات التي تعترض حسن سير العدالة الجنائية بالمغرب واقتراح الحلول الممكنة لتجاوزها وصيات كذلك السعيد الوطني ورؤية سمادة تنفيذ هذه التعليمات التي تعترضتها بالنسبة لسادة قوضة التحقيق ولا سادة قوضة نيابة العامة ولا سادة رؤساء المصارح الولائية للشرطة القضائية ولا سادة ضباط الدراك الملاكي ودخل في إطار استراتيجية للمؤسسات الأمنية في إطار تنسيق المؤسساتي وفي إطار واحد الحاكمة التي هي أمنية جيدة وكذلك في إطار تحقيق واحد العدالة الجنائية هذا اللقاء التنسيقي الوطني يأتي في إطار استكمال سلسلة لقاءات الجهوية التي تم تنظيمها خلال منتصف هذه السنة والغاية منها هو تدرس كيفية تنزيل توصيات المخرجات التي انتهت إليها لقاءات الجهوية والغاية من كل ذلك هو الارتقاء بعدلتنا الجنائية وكذلك تطوير هذه العدلة وألياتها بما يخدم المواطنين في نهاية المطف رئيس النيابة العام أكد في كلمته الافتتاحية على ضرورة تعزيز آلية التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة المشرفة على تدبير العدالة الجنائية وأهمية التكوين المستمر والاعتناء بالعنصر البشري باعتباره الفاعل الأساسي في مجال العدالة الجنائية اللقاء على مدى يومين سيتناول مجموعة من المحاور من بينها تجويد الأبحاث الجنائية تعزيز الثقة في أجهزة العدالة الجنائية والحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل قامت رئيسة الجمعية الدولية السفيرة بزيارة لضريح محمد الخامس حيث ترحمت على الروحين الطاهرتين جلالة المغفور لهم الملكين الراحلين محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثرهما وفي ختام هذه الزيارة التي حضرها مؤرخ المملكة ومحافظ الضريح السيدة أبلحق المريني وقعت رئيسة الجمعية الدولية في الدفتري الذهبي للضريح اتفاقية إطار بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومؤسسة محمد السادس العلوم والصحة وقعت هذا اليوم بسلة غايتها تطوير العرض الطبي الرياضي في أفق سنة 2030 هذه الاتفاقية تتواخى إحداث مراكز للعلاجات المتخصصة في الطب الرياضي في كل من سلة بن سليمان وطنجة فضلا عن إحداث المركز الإفريقي للترويد الرياضي بالدخلة قائمة بلعوشي وعدنا الهرس مركب محمد السادس لكرة القدم هذا اليوم رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجاع والبروفيسور لحسن باليمني رئيس مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة يوقعان على اتفاقية شراكة لتطوير العرض الصحي للطب الرياضي الذي يشكل إحدى رفعات التنمية الرياضية ببلادنا اتفاقية الإطار هذه تندرج ضمن استعدادات المغرب لاحتضان مونديل 2030 تبعا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وترتكز على ثلاث محاور أساسية هي العلاجات الصحية التكوين والبحث تتوخى هذه الاتفاقية إحداث مراكز العلاجات المتخصصة في الطب الرياضي في كل من مدينة سالة بلتليمان تنشى فضلا عن إحداث المركز الإفريقي للترويد الرياضي بالدخل كما تهدف لتنظيم دورات تكوينية في تخصصات الطب الرياضي من أجل زيادة عدد مهني الصحة المتخصصين في هذا المجال وإحداث مركز متقدم لمكافحة المنشطات من المستوى العالي الاستحقاقات الرياضية العالمية التي ستحتدنها المملكة المغربية خلال سنوات القادمة كان 2025 ومونديل 2030 تفرد إحداث مؤسسات طبية رياضية عالية المستوى في شأن الرياضي دائما حقق المنتخب الوطني لكرة القدم لقصار القامة فوزا ثمينا على منتخب كولومبيا بهدفين نظيفين برسم الدول الأول من بطولة العالم لكرة القدم لقصار القامة والمقامة حاليا بالأرجنتين واستهل المنتخب المغربي مشواره بتعادل مع منتخب بوليفيا بثلاثة أهداف في كل مرمى وتنتظره مباراة حاسمة أمام المنتخب الأمريكي الآن إلى التذكير بالعنوين جلالة الملك وجه رسالة سامية إلى المشاركين في منتدى الاستثمار الإفريقي المنعقد بمراكوش أكد فيها جلالته سعي المغرب لتحقيق الاندماج الاقتصادي لإفريقيا انطلق من وفاء المملكة المغربية بالتزاماتها بتحقيق التنمية المنشودة لملايين الأشخاص في إفريقيا في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى المسير الخضراء جلالة الملك يقترح مقاربة مبتكرة لتعزيز ولوج دول الساحل الإفريقي إلى المحيط الأطلسي فرصة لتوظيف الموارد والجهود لتحقيق تنمية شاملة مبنية على الاندماج والتكامل القاري الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة تواصل سلسلة جلسات الاستماع مخصصة للفعاليات المدنية والجمعوية والحقوقية تنزيل لمضامن الرسالة الملكية التي بعثها أمير الممني لرئيس الحكومة بشأن مراجعة مدونة الأسرة دخول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية المغربية العاجلة إلى الشعب الفلسطيني التي أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس تعليمته السامية بإرسالها إلى الفلسطينيين تقام النصر يشكر بقاءكم معنا ومشاهدين لك أوني تجدد غدا بإذن الله ترجمة نانسي قنقر